السلام عليكم الى خبار يا جماعة. طبعا في البداية انا بشكر كل الناس اللي سلمت علي ودعتلي. اه طبعا الحمد لله انا بشكر ربنا اه عملية بسيطة كده وان شاء الله امنا بالسلامة. دعواتكم كلكم لي وان شاء الله نرجع باقوى من قبل كده بازن الله. طبعا طلع دلوقتي لان الفيديو ده مهم جدا وما كانش ينفع نستنى عليه خالص. طبعا الكلب اللي هو اسمه سلوان موميكا اللي كان حرق المصحف قبل كده طبعا بحماية من دولة السويد اللي طبعا ما زلنا بنقاطعها وبنقول لكم اوعوا تروحوا لدولة السويد اللي بتشجع على حرق القرآن واللي بتشجع على خطف اولادنا. طبعا اوعى حد يفكر ان هو يروح الدولة دي يا جماعة دولة حقيرة جدا وبنصح كل الناس ان هما ما يفكروش فيها خالص لكل الاسباب. يعني ان كنت مسلم او مش مسلم لازم ما تفكرش في الدولة دي خالص لان الدولة دي ضد العرب عمان وضد المسلمين خاصة. زي ما هي قد الترخيص للكلب اللي هو اسمه سلوان موميكا عشان يحرق القرآن قبل كده. وطلع بعد كده وقال انا خايف وقاعد لوحدي. والدولة اه طبعا صاحبة الشرطة من حمايتها ليا والكلام ده كله. طبعا الكلام ده كان حقيقي. بس هو زي الكلب حاول ان هو يكسب ودهم تاني. يعني هو بيحاول يكسب ودهم. فقدم تاني طلب ان هو يحرق المصحف او يقطع المصحف امام السفارة العرائية في السويد. وفعلا طبعا لان هي دولة حقيرة. اديته التصريح تاني مع ان هو في موقف خطر. وهم قالوا قبل كده انت لازم توقف الحاجات دي عشان الموضوع خطر. الدولة تاني برضو تصريح طالما هو ضد الاسلام وضد القرآن. فدوله التصريح على ان هو يقطع المصحف امام السفارة العرائية في دولة السويد. وبرضو عمل الفعل دي النهاردة. وللأسف تم الكلام ده كله برضو امام السفارة العرائية في دولة السويد. وكان بالمقابل طبعا اخوان العرائيين. الابطال طبعا حرقوا السفارة السويدية في العراق. وده اقل حاجة كان يقدروا يعملوها. واحنا كمان يعني بنشجع كل الناس ان هما ياخدوا موقف تجاه الدولة الحقيرة دي. علشان طبعا الدولة دي ضد العرب وضد المسلمين خاصة. فاحنا بنشجع كل الناس ان هما يقطعوا كل المنتجات بتاعتها وكل حاجة تخص السويد. طبعا منتجاتهم كتير زي ما احنا عارفين ومنتجات كتير لو دخلت عالنت هتعرفها. بس ده كان فيديو سريع كده. يعني هو للأسف مش فيديو سعيد. انا طبعا ما بحبش اتكلم عن الموضوع ده كتير. بس انا حاب ان انا برضو افضل اشجع فيكم ان انتم تقطعوا الدولة الحقيرة دي. وتقطعوا كل المنتجات بتاعتها. وربنا ان شاء الله هيردلنا حقنا من الدولة دي. يا ريت يا جماعة انشغل الفيديو على اوسع نطاقة عشان الناس كلها تحاول على قد ما تقدر تقاطع الدولة دي. وكمان ما تنساش ان اللايك بيشجعنا. شكرا لكم. وشكرا تاني على كل الناس اللي سألت علي ودعايت لي. شكرا لكم.